من جوة طيب يعني طيب خلينا أسألك على احتاجات النادي الأهلي في الجزئية دي هل الرجوع حجازي ممكن يأثر بشكل إيجابي مع النادي الأهلي بالإضافة للناس الموجودة برضو باهر محمدي أسامة جلال كل الأمور المطروحة بالنسبة للنادي الأهلي أبراهيم بس هنتكلم في نقطة معينة كويس قوي كنت عارف أنها ما بجملش في الحيطة دي وممكن في ناس كثيرة جدا بتزعل بس يعني الحمد لله يعني خبرة السنين وخبرة الحياة بتعلمك كثير يعني لو حجازي بالنسبة للحجازي واخد بالك لأ حجازي أفضل بكثير يعني هيفرق مع النادي الأهلي أولا ليه خبرات مع النادي الأهلي مع جمهور النادي الأهلي حافظ الأجواء مش جديدة على النادي الأهلي واخد بالك ليه خبرة كان بيلعب درجة تانية بالنسبة له حتى لو بيتمرن بس فعايز أقولك حاجة هو يعني يعتبر يعني في احتكاك في التدريبات حتى في استفادة بشكل كبير جدا في تدريبات فرق شاسع خلص ما بينكم ما بين الدوري المصري أو بين الدول يعني في العموم يعني اخد بالك الدوريات في العموم يعني فهي النقطة أحمد حجازي طبعا إفادة بشكل كبير جدا للنادي الأهلي هل السن بممكن يبقى مشكلة بالنسبة بلاش دخلي أولا يعني بس خلينا نتكلم معلش خلينا نتكلم في الدوري المصري ما فيش الفروض اللي هو يقلقك حتى الآن خلينا بس نتكلم في النقطة دي ما فيش الفروض اللي اللي يخلي مثلا النادي الأهلي يعمل له حساب واخد بالك يعني فين هتلي أسماك كده سيب تعالى يعني بخلاف نادي الزمالك واخد بالك يعني ممكن تلاقي فيه لعيبة مميزة مثلا مصطفى محمد هتلاقي مثلا واحد ولا اثنين مثلا أربع لعيبة هنقول في خلال السيزون كلها هو ده الاحتكاك قوي الاحتكاك قوي بالنسبة للنادي الأهلي اللي هيبقى في بطولة أفريقيا أو في المباريات اللي هي المهمة زي سمالي أنت مجيبه عشان برضو خبراته في بطولة أكيدا هيحتاجه في أوقات كتيرة جدا الباهر محمدي ما احترامي ليه طبعا يعني هو ولد صغير وكل حاجة بس ما يصلحش النادي الأهلي برغم أنه ممكن يلعب باكرايت يلعب سردباك موجود في المنتخب مصر يعني أنا بتكلم بس أنا بتكلم من وجهة نظري لأنه شفتها مش اللعيب اللي لعب في المنتخب النادي الأهلي بقى دي حقيقة تتركت عليك كويس أبراهيم أه كثير جدا كثير جدا يعني أخذ بالك هو ناس كثيرة جدا قيمته في مباريات أنا أسف يعني مباريات ضعيفة جدا فما يفعش تقايم لعيف في مباريات ضعيفة تقايم لعيف في مباريات قوية أخذ بالك خصوصا كمان هو يعني مع احترام ليه يعني والله مش تقليل منه ولا حاجة بس هو فيه نوعية كده فاروق أخذ بالك ممكن تلعب إسماعيلي ممكن تلعب في الأندية الثانية بس ما تقدرش تلعب في أهلي وزمالك الأهلي وزمالك مختلفة تماما مختلفة تماما بخلاف حتى مختلفة عن النادي الإسماعيلي بل كثيرا كمان النادي الإسماعيلي في الفترة الأخيرة ما فيش تواجد جماهيري عنده تخبط كثير جدا في الناحية اللعيبة وناحية الإدارة فبالنسبة له ما عندهوش ضغط برضو زي الأهلي وزمالك الأهلي والزمالك بيشاركوا في بطولة أفريقيا متواجدين إعلامياً سواء في السوشال ميديا أو في المباريات فيه اهتمام إعلامي بشكل كبير جداً النوعية دي ما تستحملش النادي الأهلي ولا تستحمل نادي الزمالك واخد بالك مش عشان خاطر لعب ما تشط معينة في أسات فرق ضعيفة تقيمك أنه يلعب أهلي أو زمالك وفي الآخر بترجع أنه أنت جبت لعيب ودفعت فيه مبلغ وفي الآخر أنت مستفدتش منه فأنا شايف النادي الأهلي لو فعلاً عايز يدعم النقطة الدفاع دي أحمد حجز طبعاً بس أنت ضمن أن أنت بتدفع فلوس بتجيب لعيب هيفيدك هيفيدك في الدوري مش هياخد وقت للتأقلم قصد متأقلم مع الجماهير الجماهير عرفاه هو كمان الجو مش جديد عليه خلاص اكتسب الخبرات